قاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات لشؤون السودان وحوض النيل هاني رسلان مساء الخير سيد هاني رسلان إذن إثيوبيا قالتها صراحة هي لا تعترف بهذه الاتفاقات لتقاسم مياه النيل أو توزيع مياه النيل وتعتبرها غير مقبولة على ما التفاوض إذن أساسا سيد هاني رسلان في الحقيقة هذا الكلام مغلوط تماما وتكراره يمثل نوعا من التضليل العمدي للمجتمع الدولي المفاوضات تدور أساسا طبقا لإعلان المبادئ على ملء وتشغيل سد النهضة فقط وموضوع المفاوضات هو تقليل الضرر على دولتين المصب مصر والسودان في مقابل توليد الطاقة التي تريدها أسيوبيا بتوليد الكهرباء من السد الاتفاقيات التاريخية التي تتحدث عنها أسيوبيا لا يوجد أي ارتباط بينها وبين المفاوضات الحالية وأسيوبيا ليست طرفا في هذه الاتفاقيات ولم يطلب منها أحدا أن تقبلها أو ترفضها حتى تأخذ الحديث عن المفاوضات إلى هذا المنحة عشر سنوات من التفاوض تدور حول ملء وتشغيل السد أسيوبيا تراوغ ولم يظهر موضوع تقاسم الحصص والاتفاقيات التاريخية إلا في العام الماضي فقط حينما انتقل التفاوض إلى رعاية الاتحاد الإفريقي وما تقوله أسيوبيا الآن هو مخالف بشكل كامل لإعلان المبادئ وبخاصة البند السالس الذي يقول أن ملء وتشغيل السد يجب أن لا يحدث ضررا بدولتي المصب ما تريده أسيوبيا الآن هو تقاسم حصص فبالتالي هذا ينسف إعلان المبادئ بشكل كامل ويلحق ضررا قسيبا مهددا بالحياة للدولتين هذا الكلام اسمح لي فقط من الواضح بأن هذا الكلام هو حقيقة الموقف الإثيوبي من أساسه وسيغير المعادلة أين يضع هذا الكلام وهذا الموقف الإثيوبي الصريح جدا دولتي المصب كيف يفترض بمصر والسودان الآن التعامل يعني هناك إثيوبيا تقول هذه الاتفاقات التاريخية غير مقبولة هي ليست طرفا فيها ولم يطلب منها أحد القبول بها والتفاوض الآن ليس له علاقة بهذه المعاهدات هذه مماحكات وتضليل وأكاذيب ومراوغات أسيوبية ما تريده أسيوبا الآن هو خصم حصة من التدفق الطبيعي للنهر الذي يذهب إلى مصر والسودان وهي ليست بحاجة إلى هذه الحصة تتحدث أسيوبا دائما عن الاستخدام المنصف والعادل وهذا متحقق بموافقة مصر والسودان على توليد على إنشاء السد وتوليد الكهرباء أما أن أسيوبا تريد أن تأخذ حصة من المياه فلديها 930 مليار متر مكعب وطول مطري وهي لا تحتاج لهذه المياه وإنما تريد أن تبيع المياه وتريد أن تنقلها إلى خارج الحوض وهذه تصريحات رسمية أسيوبية القانون الدولي وما تتحدث به أسيوبا عن الاستخدام المنصف والعادل لا يتضمن مسألة البيع المنصف والعادل أسيوبا لا تريد استخدام المياه تريد بيع المياه وهذا أمر غير مسبوق لأنها تريد أن تتصرب بناء على أنها تملك النهر وهذا يعني لم يسمع أحد بمثل هذا الكلام من قبل أن دولة بها منبع تملك النهر بالكامل وتحرم الدول المتشاطئة وتهدد حياة السكان هناك أنهار مشتركة كثيرة في العالم ولم نسمع أن دولة استيقظت صباحا لترى الدولة الأخرى قالت أنا مالكة للنهر وسوف أمنعهم من التفاق للدول الكثيرية على المقرى نعم سيد هاني رسلان لو سمحت لي هل يفترض تغيير منهجية الحوار والمفاوضات مع إثيوبيا بعد هذا الكلام يعني هي أظهرت نيتها الحقيقية ألا تعتقد ذلك نيتها الحقيقية أصبحت واضحة ومعلنة تريد خصم حصص من المياه وتريد بيع هذه المياه وتريد نقلها إلى خارج الحوض هي ليست بحاجة إلى المياه وليس هناك أي خروق كامل عن القانون الدولي وتهديد لحياة ملايين البشر مصر الآن في حيز الفقر المائي أي نقص من المياه سوف يلحق بها ضررا قسيما للغاية مهددا للحياة وبالتالي مصر والسودان إذا أراد لهما حق الدفاع المشروع عن النفس وما تقوله أسيوبيا هو هراء فهراء والآن أصبحت المواجهة ليست مع أسيوبيا ولكن مع الدول والقوة التي تقف خلف أسيوبيا لأن أسيوبيا في الوضع الحالي في حالة يرسى لها داخليا وعلى حافة الانهيار الكامل وهذا التشبس والتعنت ليس موقفا أسيوبيا لأسيوبيا وحدها وإنما للقوة التي تقف خلفها والتي لها أهداف في المنطقة ككل وفي القلب منها حصار مصر وخنقها عبر شريان الحياة وهو المياه شكرا لك هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات لشؤون السودان وحوض النيل